نشرت صحيفة جيرزيلان بوست مقالا لنائب مدير الاتصالات السابق بحكومة رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو خلال فترة ولايته الأولى قوله إن فكرة إقامة الدولة الفلسطينية ماتت ودفنت قائلا إنه بصرف النظر عن مدى صعوبة المحاولة فإن الساسة الغربيين لن يتمكنوا أبدا من إحيائها وأكد المسؤول الإسرائيلي السابق في مقال نشرته الصحيفة الإسرائيلية أن الحقيقة البسيطة التي لا جدال فيها هي أن عدد السكان اليهود في الضفة الغربية قد ازداد إلى حد أنه لا يمكن لأي قوة بشرية على وجه الأرض أن تقتلعهم من جذورهم على حد قوله وأضاف المقال أنه اعتبارا من الواحد من يناير كان هناك خمسة ملايين ومئة وأربعة وسبعين ألفا يهوديا يعيشون في حوالي مائة وخمسين مجتمعا في الضفة وفي غور الأردن وبما أن إجمالي عدد السكان في إسرائيل يقرب من تسعة ملايين وثمانمائة ألف واثنين وأربعين نسمة فهذا يعني أن أكثر من واحد من كل عشرين إسرائيليا يعيشوا في الضفة وقبل عقد من الزمن فقط كان العدد ثلاثمائة وأربعة وسبعين ألفا وأربعمائة وتسعة وستين مما يعني أن هناك زيادة بنسبة ثمانية وثلاثين في المائة في عشر سنوات فقط وهو إنجاز هائل كما قال